كنا معكم أمس واليوم أمام مجمع التحرير ننقل لكم الصورة حية كان هناك اعتصام وتظاهرات أمام مجمع التحرير من قبل المتظاهرين قاموا بغلق المجمع لمدة أربع أيام واليوم هو اليوم الخامس ولكن بحمد الله تم فتح المجمع ولنا لقاء مع عدد من المواطنين الذين قاموا اليوم بالدخول للمجمع لقضاء حوائجهم يعني أسأل حضرتك الأول المجمع كان مغلق من أربع أيام والنهاردة اليوم الخامس النهاردة قلني اتفتح الساعة كام وانتا جدت النهاردة أنا جاي من الساعة 9 الصبح بدأت لليوم وكده أرسل طبعا كان مصالحنا متعطلة وكده فكرة كلها أنهم مفروض يعني حقهم أنهم ما يعتصموا لكن ما يعطلوش مصالح الناس كل اليوم بيفرق دلوقتي انت شايف أنه كان في بعض المصالح لك تم تعطيلها خلال الأيام الماضية تم تعطيلها طبعا أربع أيام وبقائنا متابعين بقى عن طريق تليفزيون وقنوات الفضائية لليوم لغاية لما فتح النهاردة والحمد لله ابتدت العمليات يمشي من جديد شكرا جزاعة تعرف بك يا فنون أستاذ عمادي عن النهاردة احنا منتابع معاكم فتح المجمع النهاردة كان مغلق لمدة أربع أيام قل لي كان الغلق دا مأثر عليك انت في بعض أمورك اللي انت جاي تخلصها لا والله أجراء الشغلة وخلص الحمد لله خلصنا عن النهاردة إن شاء الله شايف أنك الغلق دا سبق لك مشكلة لا لا طب شايف مشكل تعرف بك يا فنون حميد السمن أستاذ حميد يعني النهاردة اليوم الخامس قول لي انت يعني شايفك جاي مخلص ورق في الجوازات النهاردة انت أول يوم تيجي ولا جيت اللي يام اللي كان أثناء الغلق من يوم الحد وأنا موجود عدنا من يوم الحد هنا طبعا كان فيه ناس موتصمة وقاعدة كانوا هافلين المجمع كل ما طبعا حد يسألهم عندهم مطالب الجماعة دي عندهم مطالب بالألاسف الشديد الحكومة ما استجبتش للناس دي ما حاولتش تتفاهم معها ما حاولتش تشوف ايه المشكلة في خلال الاربعة ايام فيه ناس كتيرة اتأثرت واتضررت فيه ناس بيوتة تخربت من وراء أفل المجمع يعني أنا واحد من الناس أجلت لغاية دلوقتي سفري اربعة او خمس مرات مراتي وولادي برا مصر ومش عارفة سفر لهم كل ده علشان معي وصلها جاي أستلم بيه بسبور أسألك يعني اين رسالة توصلها لجموع المتظاهرين اللي بيقوموا بحصار او بغلق اماكن خاصة بمصالح المواطنين ايه الرسالة اللي وصلها لهم الرسالة اللي عادة وصلها انه لو كان فيه تظاهر او كان فيه اعتصام يطلع على المقارات السيادية عنده المقارات السيادية يروح يعتصم فيها حق انه يعتصم فيها يطلع على التحدي ايا كان مكان كمقارات سيادية لكن مقارات خدمية بتخدم مواطنين لما تقفلها ده يعتبر بيأثر على مين بيأثر على مين ما بيأسرش على الحكومة بيأسر على المواطن اللي زيك زيه عفت سالك يا حاجة أنا شايفك جاي تخلص ورقة في المجمع قولي انت النهاردة أول يوم ليك تيجي ولا جيت أثناء الغلق المجمع في الأربع أيام الماضية حضرتك جيت يومين قبل كده والنهاردة التالت عشان أستلم شهادة تحرك والحمد لله دخلت واستلمتها طب قولي الحركة أخبارها إيه جوه في المجمع هل الموظفين بدأوا يتعاملوا معاكم بشكل أسرع بقى بسبب اليام اللي فاتت وأحسن بصراحة الحمد لله رب العالمين يعني وحضرتك خلصت للشهادة يعني ما زلنا في متابعة حياة كما نرى في الصورة الآن يعني جموع المواطنين الآن في الدخول والخروج داخل مجمع التحرير والحياة عادت لطبيعتها هنا داخل المجمع أسألك انت جاي النهاردة المجمع جاي النهاردة المجمع يعني هو في صورة واحد يقفل المجمع علشان مصالح الناس دي كلها تتعطل في المصالحك تعطلت في اليام اللي فاتت ما طبعا مش فيه ملترات فيه شغل فيه حاجات عب كده اللي هما بيعملوه والناس دي أنا عايزة تاكل طب ايه رسالة اللي توصليها انت للمتظاهرين اللي بيقوموا بحسار أماكن خاصة بالمواطنين او خاصة تدر البلد دي تدر البلد مصحة البلد تدرها دي تدر فتال يا فان منشآت البلد ملهاش دعوة اللي عايزة تظاهر كان العمل والميدال للساحة التظاهر اللي احنا شايفينها معين احنا كلنا بنقول احنا شعبي زيهم ولا احنا اخوانيين ولا احنا حاجة دوت كفاية الناس مش لاقيها تاكل كفاية الناس مش لاقي عياننا قاعدينهم من المدارس خوفا من انهم ينزلوا مايرجعون ناش دي مش ثورة ده مش هي دي الثورة اللي احنا قمنا بها من الاول خالص ولا هي دي ولا هي دي هدف الثورة خالص ده حرام ده كفاية الاقتصاد كفاية السياحة اللي وافت كفاية البلد اللي وافت دي بلدنا حرام اللي احنا بنعمله كده حرام دي بلدنا دي بلدنا افتكوا ازا كان حد بيديكوا فلوس ازا كان حد بيديكوا حاجة افتكوا ان ده وطننا احنا ما حدش يععف قيمة الوطن غير اللي محاوم منه ما حدش يععف قيمة الوطن اللي احنا فيه ده غير اللي محاوم منه وابنا يعلم احنا بنبكي لما بنشوف المناظر والشبابنا اللي بقى دمه زيه زي المية في الارض حرام والله العظيم حرام اللي بيحصل ده حرام إذا كان حد متأجر إذا كان حد ربنا يرفع عنه غضبنا إذا كان ده غضب من ربنا علينا ربنا يرفع عنه غضبنا سألك أنت جاي تخلص صورك النهار ده في المجمع؟ أنا بالنسبة لأي جاي أخلص جاي من محافظة إيه؟ سويف جاي خلص تجيت قبل كده في اليام اللي فاتت ولا النهار ده أول يوم؟ لا أول يوم النهار ده بس جاي أحمل شهر التحرك وأنا الفيزة بتاعتي مفاشلة سبع تيام وتخلص فعطل الموظفين هنا بسبب لأنا أنا عامل فيزة بسبب هم تعاملوا معاك بقى وحاولوا يصرعوا لك الإجراءات ولا لسه الإجراءات؟ لا هم كويسين جوا كل حاجة ولو استقبال كويس بس أنا عامل فيزة بسبعتاشر ألف يعني أنا سبع تيام لو عطلت تاني كده أنا اللي بتضر هي ما بديش ألع الفقير بس يعني أي مشكلة بتيجع الفقير فاحنا منطلب الناس تهدى ومش صورة دي بجد يعني شكرا جزيلا يعني هكذا رصدنا لكم الصورة حية الآن من أمام مجمع التحرير عودة الحياة لطبعاتها بدأ المواطنين التوافد على مجمع التحرير هنا لقضاء حوائجهم ولقضاء أعمالهم الآن عودة مرة أخرى إلى استوديوهاتنا